أمر أن لا تعبدوا إلا إياه مخلصين له الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في مهكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبتلوا أعمالكم وأشهد أن محمداً أبه ورسوله المبؤوث رحمة للآلمين بشيراً ونذيراً صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبئهم بإيثان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تكواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واحذروا الذنوب والآثام صغيرها وكبيرها وكل ما يبتل الأعمال الصالحة فيجب على الإنسان أن يحذرها إباد الله إن هناك أعمالاً سيئة تهبت الأعمال الصالحة أولاً ومن يكفر بالإيمان فكرحبت أعمل وهو في الآخرة من الخاسرين وقال سبحاناً إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا كفروا ثماناً اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر